بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والله أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث ورحمة لكل العالمين بإذن الله النهاردة هنحل مع بعض الـ Education Round 156 على كود فورسز هنحل أول أربع مسائل إن شاء الله A, P, C, D هنفتح أول مسألة كده في أول مسألة بيقولك أنه هيتدي لك رقم والمفروض أن الرقم دوت أنت عايز تطبع له 3 أرقام مختلفة 3 أرقام مختلفة ويكون كل الأرقام ديت مش بتقبل الإسم على الثلاثة وفي نفس الوقت مجموعهم بيساوي الـ N يعني مثلا أول تست هتلاقي الـ 1 والـ 4 والـ 5 مش بيقبلوا الإسم على الثلاثة وفي نفس الوقت مجموعهم عشر تمام؟ يبقى عايزين نطبع 3 أرقام مجموعهم N وفي نفس الوقت مفيش ولا واحد فيهم بيقبل الإسم على الثلاثة أو اثنين وهنا موضلس الثلاثة برضو واحد أو اثنين طيب تعالى نشوف الأرقام اللي هي موضلس الثلاثة المفروض أن هي موضلس الثلاثة بصفر هتلاقي الثلاثة والستة والتسعة والـ 12 وهكذا تمام؟ طيب ده معنى إيه؟ ده معنى أن إنت لو معاك رقم زوجي لو معاك رقم زوجي ممكن تلاقي إن إنه مينوس 2 بيقبل الإسم على الثلاثة كما تائج assembly السبب ما janetomi حيث أنت معاك رقم زوجي والد بقي لديك الصعة لتقديم زوجي عندك الها المفروض أن تقديم الثلاثة بالفكرة أيضا لديها أرقام الزوجية تقديم الثلاثة ويجب ويوجد إذها تقريب تقديم المراقبخ و لبدأ enjoysعرف relyingter ليس Karma تطبيع A B and C فالفكرة اللي جاءت في دماغي إن الرقم لو فردي فأنا هنا هطبع اثنين والرقم لو زوجي فأنا هنا هطبع واحد ده في حالة الفردي وده في حالة الزوجي ليه بقى؟ لأن الرقم لما بتطرح منه اثنين هو بيستنى زي ما هو احتمالية احتمالية ان الرقم يكون زوجي او بمعنى اصح انا عايز اقل الاحتمالية ان الرقمين دول يكون لهم نفس البرتي لان انت ممكن تلاقي الرقمين دول يكونوا اللي اتنين زوجي او فردي انا عايز اقل الاحتمالية دي ماشي؟ طيب بقى معنى ايه؟ ده معنى ان اما ده زوجي وده فردي او العكس ان ده زوجي وده فردي فالفكرة بقى ان انت عايز تخلي مجموع الرقمين دول يكون فردي تمام؟ فالرقم لو فردي هطرح اثنين والرقم لو زوجي هطرح واحد وطبعا ان انت تستروبيوتر الرقمين دول فانت هنا بتخلي ان على الاتنين وهنا ان بلاصوان على الاتنين وطول ما الرقم ده بيقبل الاسم على الثلاثة اول رقم ده بيقبل الاسم على الثلاثة فانت بتقلل واحد وبتزود الثاني بس كده هي فكرة بوتوروس ممكن يكون حد حلها بطريقة الاطف بس بصراحة ده الحل اللي جفت ناخي لو الان فردي ولو الان زوجي لو الان فردي فانا هطرح اثنين ولو الان زوجي فانا هطرح واحد باقي الخطوات دي هطرح واحد ان انت طول ما بيقبل الاسم على الثلاثة او السي بيقبل الاسم على الثلاثة انت بتطرح من البي وبتزود في السي اول بعد ما تخلص بقى لو لقيت ان البي اكبر من صفر والسي اكبر من صفر ومجموحهم بيساوي الان بلاص وون وفي نفس الوقت الان بلاص وون لانا هانا aqui عملت ان ا Exchange ال client через m bo worth of так والم يسوي البي والمش بيسوي ال бой والمش بيسوي البي وساي والمش بيسوي البي على الثلاثة هنطبع أ inspire ونطبع الأرقام نفس الكلام هنا بس الفكرة ان انت هنا هتقول ان wohlther Aqu features of n plus two لانا هتعمل الاخAS بس يمكن أن يكون حد حللها بطريقة أحسن بصراحة هذه الفكرة اللي جاءت في الدماغ نحن للمسألة المسألة بيقولك من الرسمة المفروض ان انت واقف عند صفر وصفر وعايز تروح للنقطة B حسب الاقل نحن نحن لديه النور وعند النقطة A و difference B وعندما يكون النور فيها يقوم بعمل دائرة والدائرة هي المساحة المنورة نص كترها ويقوم بإمكانكم مثلاً W فهيبقى نص الكتر هنا هو هو نص الكتر هنا A و B نص الكتر فيه متساوي أقل نص كتر يمكن أن نصل من الصفر و صفر لحد من المنطقة التي نريدها دعنا نقوم بإمكانك الحل أن تجرب أن A تكون هي التي ستنور من الصفر لB وفي نفس الوقت أن B تكون هي التي ستنور للصفر و X كيف؟ لو أنت جد بسيط هتلاقي أن علشان النقطة دي مثلاً تنور للتنين هي محتاجة المكسيموم في المسافة ما بين المسافة دي أو المسافة دي يعني تعالى مثلاً نرسمها كده يجب أن تكون هناك تفتح مع المسافة دي انت المفروض عندما تنور لحد المساحة دي مانت ما بين المسافة دي وهناك المسافة دي ما بين المسافة دي؟ سمع أدوه انت معاك المصباح هنا مثلا ومعاك النقطة دي يعني انت عايز تنور للنقطة دي والنقطة دي في نفس الوقت فاصبح المساحة بتاعتك ان انت عايز تخلي تعمل دايرة تكون بتغطي النقطة دي وبتغطي النقطة دي تمام طيب يبقى الحل الحاجة زي كده ان انت تجيب المسافة الاكبر او ما بين النقطتين لو انت عايز تحصول الآن المسافة دي همشيه وتبقى النص الكتر überwnyngulo فانت المفروض ان ا Abigail قادرانك دايرة كده وان эти مفروض ان ان تكون محطة معاك دايرة نص الكتر jak под parked ان تضمن ان ان اي مسافة او نقطة على مسافة اصغر من نص الكترSE فهي تكون معاك. فالحل الحاجة زي كده ان انت تجيب الماكسوم ما بين الديستانس من هنا والديستانس دي والديستانس دي. تمام يعني الماكسوم ما بين انت تجيب الديستانس دي او الديستانس دي. يبقى ده نص الكتر بتاعك. تمام؟ طيب هتجرب الكلام ده مع الاي والبي. حلو؟ طيب. تعال بقى انا افترض انه هما اللي اتنين هم اللي اتنين عاملين زي المسألة دي كده مثلا. النقطة ايه؟ هنعمل لها نص كتر. يبقى معاك الدايرة دي. والنقطة بي نعمل منها نص كتر يبقى معاك الدايرة دي. فانت هتمشي على النور بتاع ايه؟ اللي الحتة دي. وبعدك هترجع تكمل عن نور بتاع بيه في الحتة دي. تمام؟ الحتة دي بقى احنا هنعملها ببيناري سير. طيب ازاي كنا بنعمل ببيناري سير على الدبلز. المفروض ان ادى فيديو انا المفروض شارحه على القناة عندي. وهذا الانجوريزم مشهور يعني ان احنا نعمل ببيناري سيرش. بس مشكلتنا هنا ان الارقام دابلز. ففي طريقة ان احنا نعمل ببيناري سيرش على الارقام الدبلز. المهم يعني هنعمل ببيناري سيرش على طول مص الكتر. ونشوف لو الكنديشن متحققه يبقى هنميز على مص الكتر. تعالوا نشوف الكود مثلا. نبدئيا كده احنا مفروض سيكون معنا فونكشن بتحسيب لنا الدستانس. الي هو المسافي بين النقطة يعني مع فرق السناد للطبق تروبيع، عزائد مع الفرق السبب التربية… حسنا، ا mesures عن مداري ثم تقابل النقطة على الصفحة والمصباح والمصباح 21 وسهذا هو ثم تلك المصرفات التفاولية صفحة بين العودة السيماعية والمصباح مسافة من مصفحة من ارقام الدستانس تمام؟ طيب فالانصر مسافة第三 العودة مع البرازات المص 2005 تمام؟ طيب، كده فالانصر متاحة بالضغط efficacy نحن مثلا لكل واحدة . spinualienia وانك تجيب وليكن معك نقطة تانية هنا فانت عايز تحسب المكسوم في المسافة هنا ومكسوم في المسافة هنا يبقى الانصر يساوي ميليموم انصر وي المكسوم للمسافتين الثانيين يبقى انت جردت الا والب عايز بقى تدمجهم مع بعض فنقولنا هنعملها بالباناري سيرش طيب كنا نعمل باناري سيرش ازاي؟ بيبقى عاني لفت ورعت واتريشنز طول ما الاتريشنز مينس مينس والليفت اصغر او يساوي الرايت ويساوي الاتريشنز مينس والليفت بلاسر رعت على الاتريشن ماشي؟ طيب انا يهمني ايه؟ يهمني ويجب انظركم مثلا معاك النقطة هنا ونقطة هنا فانت مثلا لو هتعمل دايرة من النقطة دي كده مثلا او هلا مركز الدايرة تعمل كده مثلا وهي ستبقى نفس الدايرة ويجب انظركم كده مثلا وهي يهمني ايه؟ يهمني ان النقطة اللي هي صفر وصفر دي تكون جوه اي دايرة فيهم والنقطة بتاعت البيت تكون جوه اي دايرة فيهم تمام؟ طيب وبرضو حاجة كمان لان ممكن الدايرة الاولة تبقى كده والدايرة التانية تبقى كده دي النقطة هنا ودي النقطة هنا فانعايزة تشكي ان هما الاتنموتا قطعين هذا يعني أن المسافة بين مركز الدايرة و مركز الدايرة يساوي 2.5 الكتر لأن نص الكتر متساوي المسافة تكون أصغر أو يساوي 2.5 الكتر فأنا كل الذي سيقوم به سيكون معي المركز الدايرة يعني أنه هنا هو ثلاثة من الأفضل هنا يوجد فيها بعض المركز الدايرة لأن أريد أن تظهر النقطة بين البيت تكون دايرة فيهم لأن أقوم بقاءة متساوي وإذا كان المسافة بين مركز الدايرة و اصغر أو يساوي X ستعلم أنها المركز الدايرة وبرضه هتشك لعند البي هتقول visitate 0 بواحد تمام؟ طيب بعد كده هتشك على الصفر والصفر هنا وهنا وهعلم visitate الواحد بواحد طيب visitate الاثنين ان المسافة ما بين ال a وال b تكون اصغر او يساوي اتنين في نص القطرة فاتقول visitate الاثنين بواحد ولازم ان التلاتة conditions يتحققوا عشان اقول الانصر بيساوي minimum answer و x وطبعا لو الاجابة تحققت فانا بخلي ال right بيساوي ال x اللي هو انا بصغر ال right بحيث ان انا عايز اجابة قادة بس كده الحدي مش فاهم اه تفضل لابشو وانا مش فاهم فكرة المسألة يعني مش فاهم فكرة المسألة يعني يعني مش فاهم المسألة مش فاهم ايه بصغر انت لسه داخل ولا ايه لا داخل من بالي بس يعني انا فاهم المسألة بس مش فاهم باكرة الحال يعني حاجة زي كده انت وانت واقف عند الحتة دي انت المفروض هتحسب ان النقطتين دول يكونوا جوا الدائرة بتاعت دي ايه بصغر ال right لو انت واقف عند النقطة دي برضو انت عايز تجيب ان الاتنين يكونوا جوا الدائرة بتاعتها انت بقى عايز تخليها دائرتين مشتركتين زي هنا مثلا ماشي زي هنا مثلا ماشي احنا نعملها binary search على طول نص الكتر انت عارف ال binary search ايه ماشي لو خدت بالك هنا لو نص الكتر زاد معنى كده ان هما بيزدادوا في التقاطع ماشي؟ طيب لو نص الكتر قل بيبعدوا عن بعض صح؟ صح ماشي انت بقى عايز تجيب اقل نص كتر بيحقق المعادلة ايه هي المعادلة بتاعتي؟ ان يكون الدائرتين متقطعتين دا اهم شرط علشان نقدر نوصل من 00 لحد البيت بتاعك تمام؟ يكون المشية كلها فيها اقضاء او جوا دائرة هل؟ يعني لازم الدائرتين يكون متقطعتين اه؟ او على الاقل متمثتين تمام عشان يمشي في اللي ما هو عايز اه ليش ممكن يكونوا مش متقطعين بس دائرة واحدة فيها الزي والبي طب ما دا اللي انا قلته في الاول والله طب ما انا قلت يا جماعة ان انت لو واقف هنا هتجيب ان انت يكون اللي اتنين جوا الدايرة بتاعتك ولو انت واقف هنا تجيب ان اللي اتنين يكونوا جوا الدايرة بتاعتك وتحسب المانيمم ما بينهم تمام؟ طيب بعد كده تبدأ بقى تتشك ان كل واحدة فيهم تكون دايرة مستقلة او انهم او كل واحدة فيهم تكون في دايرة مختلفة فده معناه ايه؟ انن الزي والزيرو تبقى جوا دايرة فيهم اي دايرة مش تفرق والنقطة بي تكون جوا ادناها فيهم اي دايرة مش تفرق وفي نفس الوقت يكون الذايرتين متقطعتين بس بس يعني انا الأول او اتشك الاول اتشك لو كانوا النقطتين جوا دايرة واحدة بعدا لو كانوا النقطتين جوا الدايرة التانية بعدا لو كنت موجوده بين الذايرتين بالزبط ان ديب دايرة وديب دايرة اخرى تمام Darren or you with no ? سوف نقوم بالمسألة الثالثة سوف نقوم بالمسألة الثالثة المسألة الثالثة يقولك ان المفروض سيكون معك مصر يقوليكم مثلاel String A B C D يقولك ان المفروض سيتكارية String جديد عبارة عن عبارة عن أنك ممكن تزول حرف بشارط ان السترينج الجديد دوت يبقى لكسو جرافيكا لمنمال طيب يعني ايه لكسو جرافيكا لمنمال او امتا سترينجين يقرر او ازاي نقرر ما بين سترينجين وليكن مثلا انت معاك السترينج ده والسترينج ده هنا انت المفروب بتجيب اول اندكس السترينجين مختلفين فيه والصغير يبقى هو الصغير بمعنى هنا هتلاقي ان ده بيساوي ده وده بيساوي ده دوت اصغر من ده فيبقى مين الصغير يبقى السترينج ده هو الصغير هتقول لي بس بعد كده هتلاقي هنا الايه اصغر من دي مليش دعوة يعني يهمني اول حرف مختلف هنشوف من الصغير فيه تمام طيب دوت لو كانوا من نفس الصيز طيب لو هما مش من نفس الصيز هتمشي بنفس المبدأ هنا بيساوي هنا وهنا بيساوي هنا لان هنا مفيش حاجه اصلا هنا مفيش حاجه اصلا هنا مفيش حاجه يبقى هنا افترض ان هي اقل قيمة فهذه ده بقى الصغير بس كده ده طريقة اللي احنا بنقرر ما بيها ما بين السترينجات ماشي انت المفروض بقى زي ما قلنا معاك سترينج وليكن مثلا عايز تعمل سترينج جديد يكون ان انت هتكون كاتينت كل السترينج ببعض وبتحسب السترينجات ازاي ان انت في البداية هيكون معاك بعد كده انا عايز احذف حرف بحيث ان السترينج الناتج يكون اقل ما يمكن فهنا هتلاقي انك تحذف كده يكون معاك ابي سي فتدمج ابي سي بعد كده المفروض ان انت حيث تحذف حرف من ابي سي دوت بحيث ان الناتج يكون اقل ما يمكن فهتلاقي ان الاسيه لما تحذف هي الاحذف فكده هيبقى ابي بعد كده المفروض هتحذف البي فهيتبقى معاك طيب انا عاملت اللي سترينج هو هو بقى هيدي لك وانت المفروض تطبع لي الحرف اللي موجود في البوزيشن ده يعني مثلاً هنا لو قال لك الـ position ده 9 نفوض تطبع الحرف التاسع اللي هو يبقى 1-2-3-4-5-6-7-8-9 فتطبع له الـ B بالمناسبة ده الـ test التاني هو A-B-C-B-9 وهنا بيطبع الحروف بس مفيش مسافات فاصلة نتبع له سننبع له بقى المهم انه كل كبيري الوحدة طيب ما الصعب في المسألة دي؟ الصعب في المسألة ديت ان ازاي نختار الحرف اللي هيتحزف يعني لو جيت خدت بالك ان انت مثلاً لو معاك string بأي حروف مش هتفرق وليكن مثلاً الحروف دي فالstring الجديد المفروض ان الـ size بتاعه هيبقى submission الـ size ازاي؟ لان دوت كده اربع حروف تمام؟ هدي اربع حروف بعد كده المفروض ان احزف منهم حرف فهيتبقى معاك ثلاث حروف بعد كده هتحزف منهم حرفه هيتبقى معك حرفين بعد كده هتحزف منهم حرفه هيتبقى معك حرف واحد يبقى واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة لحد ما تقصل للـ n ده اللي هو بيساوي submission الـ n تمام؟ طيب ادي اول استنتاج استنتاج ن ان الـ size بتاع الـ string الجديد هيبقى submission الـ n حلو ماشي من خلال كده انت تقدر تحدد الـ position اللي هو متدهولك دوت هو طبعاً هيبقى متديك position والـ position دوت هيبقى من واحد لحد submission الـ n حلو نقول ان الـ size ماشي من واحد لحد submission الـ n ده الـ position تقدر تحدد الـ position دوت في انهي string فيه أوه ازاي بقى تعال انا الفارد مثلاً ان انت اه اا اه اعتقدت لك انت انت في الـ position رقم 8 تمانية ده اللي هو يبقى هنه ماشي؟ طيب الـ termana ده في البداية كده انت ممكن تحزف منه 4 اللي هما السترينج الأصل تمام؟ طيب بعد كده ممكن تحزف 3 يبقى كده معك 4 ممكن تحزف 3 اللي هما الـ 3 بتوعي السترينج التاني طيب بعد كده السترينج ده بكام؟ السترينج ده باتنين هل لو انا حزفت الاتنين هيبقى لسه بتبقي معي زائد اتنين لا هتلاقي انت كده وصلت للتسعة فلا يبقى كده السترينج بتاعك او البوزيشن بتاعك في السترينج ده بعد ما تكون حزفت حرفية تمام؟ طيب سيبك بس من حيثة الـ position دي او انا كنت حب بس اقولها في الاول عشان بعد كده لما نيجي نعرف هنحزف ازاي نبقى احنا عارفين ايه نبقى احنا عارفين الـ position بتحزف ازاي المهم حلو قوي انا كده عارفت احسب البوزيشن بتاعي موجود في انهي سترينج او بعد ما احزف كم كاركتور وعرفت كمان ان الـ size بتاع الـ string الجديد المفروض ان هو هيبقى الحد sub-mation size حلو وان احنا في كل مرة احنا في كل مرة المفروض عشان نحسب البوزيشن بنترح n او خلينا نقول مثلا ان الـ x في البداية هيبقى ب n وفي كل مرة بنترح الـ x ده من البوزيشن والمفروض ان احنا برضو الـ x دوت بيحصل له مينس مينس كل مرة او خلينا نحسبها بطريقة معينة يعني خلينا نقول ان احسابها بطريقة معينة ممكن ان تختلف في الـ implementation طيب امتى بقى نحزف من الـ string او نحزف انهي خلينا نقول مثلا ان انت معاك الـ string ده a b c d تعال كده نجرب ان احنا نحزف الـ d هيتبقى معاك a b c طيب لو انا حزفت الـ c هيبقى معاك a b d لو انا حزفت الـ b هيبقى a c d لو انا حزفت الـ a هيبقى b c d مين الصغير في ده كله الصغير في ده كله هو ده ان انت حزفت اخر حرف حلو طيب انا كده طلعت باول استنتاج ان لو الـ string sorted فانت المفروض هتحزف اخر حرف ماشي؟ طيب تعال بقى نشوف لو الـ string ده ما كانش sorted وليكن مثلا c c a b او خليها دي c c a d هنا تعال انجرد انيحنا نحزف d هيبقى c c a لو حزفتنا الـ a يبقى c c d لو حزفتنا الـ c يبقى c a d لو حزفتنا الـ c او c c a d فين اصغر اصغر ثواني ان احنا نحزف اصغر string ان نحزف بمعنى اصح ان انت السترينج الجديد بتاعك علشان يكون مينيمال فانت عايز اول اندكس اول اندكس يكون اصغر من اللي قابله واللي قابله ده هو اللي هيتحزف فانت هنا هتلاقي ان الا اصغر من السي فيبقى احنا هنحزف السي تمام طيب بعد كده هيتطلع لنا استرينج اسمو كاد او سي ادي نحزف حرف منهم لو حزفت الدي هيتبقى معك سي ايه لو حزفت ال ايه هيتبقى معك سيدي حزفت السي هيتبقى معك ادي اصغرهم هو ده فانت هنا حزفت اول عنصر اكبر من اللي بعده او انت هتجيب اول عنصر اصغر من اللي قابله تمام والمفروض ان انت هتحزف اللي قابله ده جميل قوي انا كده عرفت امتى هاحزف كمان بس اتبقى معي طريقة ازاي احزف من الاسترينج خلينا في البداية نقول ان انت معك ست الست دي في البداية فيها كل الارقام من واحد اتنين تلاتة وهكذا لحد الان ماشي طيب ومعك ست تانية المفروض ان هي انت هتمشي على الاسترينج في الاول خالص لو لقيت ان الحرف اس اصغر من اس وف اي اصغر من اس وف اي مينس ون فساعتها انت هتضيف ال اي مينس ون فانت كده اصبح ان انت عندك الست اللي مخزنة الاندكسات المفروض اللي هي هتتحزف وانما تيجي تحزف تحزف اول حرف فيه الست طيب لما اجي احزف سترينج اه سوري لما اجي احزف كاركتر وليكن مثلا ان انا معي سي سي اي دي لما اجي احزف لما اجي احزف الكاركتر ده مثلا المفروض ان كده هاصبح ان ده فارغ والحرف ده توصل بالحرف ده تمام طيب فانت هتعمل ايه انت عايز تشوف اول حرف موجود بعدك وعايز تقربه باول حرف موجود قبلك هتعمل ده ازاي بالست اللي موجودة هنا دي لان انت ممكن مثلا يكون معاك السترينج الاصلي كان سي سي اي دي ماشي وانت في عملية معينة في عملية معينة رحت انت جاي حزف السي ده ماشي ورحت انت جاي عايز تحزف الاي او بلاش دي هلنا نجيب تس تاني نكبر ده مثلا اكس اي بي اكس مثلا تعال نفترض ان انت عايز تحزف الاي اكس ده ماشي فاصبح ان انت عايزت ايه هتربط الايه بعد دي طيب لو الايه محزوف والب محزوف فاصبح ان انت عند دي لما تيجي تحزفه لو انت عايز تحزف ده فانت المفروض هتربط الايكس دي بالايه دي طيب هتجيب الاندكسات دي منين من الست اللي فوق ولما رقم بيتحزف بتشيله من الست دي طيب انا عايز اجيب الرقم اللي بعده هتعمل لور باوند عليك بعد ما تحزف نفسك طبعا طيب عايز اجيب اللي قابلي يبقى انت هتعمل لور باوند عليك و مينس مينس الاتريتور اللي هيطلع ده هتلاقي ان انت جيت هنا بس كده احنا كده عملنا كل حاجة تخلينا او احنا دلوقتي احنا مؤهلين ان احنا نشوف المسألة هتتحل ازاي او نشوف الكود هيتحل ازاي خلينا اقول لك برضو ان احنا الكود بتاعنا هعدل عليه اللي اصاب متو في المسألة نشير بس الكومنتات حسنا طيب في البداية انا بستقبل السترينج و بستقبل البوزيشن هيكون معي ست اسمها استي دي اللي هيكون فيها الاندكسات اللي هي اكبر من الحرف اللي بعدها على طول و برضو معي ست تانية اسمها ايدي اكس دي فيها الاندكسات كلها المفروض ان انا هخزن هنا كل الاندكسات و همشي من اول واحد لحد اصغر من الصعيز لور الحرف اصغر من اللي قبله يبقى ضيف اللي قبله دوت حلو؟ طيب خلينا نعرف ان الان دوت بالس.size ماشي؟ طيب في البداية انت المفروض هتعمل ايه؟ خلينا نقول مثلا ان الال دوت بيساوي الاندكسات اللي هو الصعيز الصعيز بتاع الاسترينج الجديد ثواني احنا مسحناها مسحناها احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان انت احنا حون leven طاني مرة تحزف 3 ثلاث مرة المفروض ان انت حازف 2 ولكن لو حزفت الاتنين ستجد ان تتعارض مع الثمانية يعني لما تحزف هذا المفروض ان الصيز الكلي سيبقى اكبر من البوزيشن فهنا الال فيها الصيز الكلي في البداية تكون تساوي n تمام؟ واللست بتاعي خلينا برضو اقول ان لو نفترض ان الاري سورتت نفترض ان الاللست بتاعي دو يساوي n-1 ماشي؟ الاد دي اللي انا هضيفها على الاد تمام؟ انا قلت لكم ان انت في اول مرة بتطرح من البوزيشن كام؟ بتطرح من البوزيشن اربعة بعد كده تطرح من البوزيشن ثلاثة وهكذا عشان يتبقى هنا واحد فكل الفكرة ان هيكون معاك الاد دي اللي انت تطرح منين من البوزيشن و الو بتساوي البوزيشن هنعرف ليدلوقتي او بمعنى صح انت عايز تخزن قيمة البوزيشن اللي هي التمانية دي في الاول خالص خلي بالك ان حتة البوزيشن دي نفسها بنطرح منها فانا عايز اخزن الرقم المبدئي او الرقم اللي في الاول خالص تمام؟ انا امشي من n-1 لحد 0 لو الـ size الكل كان اكبر من ال W هذا اللي انا مخزن في كونة البوزيشن فانا هعمل ايه؟ المفروض بقى ان انا هطبع طيب هطبع ازاي؟ انا همشي على ال string بتاعي من الصفر لحد ال end لو ال index اللي اوقف عليه ده visited ومعنى كده ان هو اتحذف فها continue طيب لو مش محذوف انا هعمل position minus minus واول موصل ان ال position ب zero هطبع ايه؟ هطبع ال character اللي اوقف عليه تمام؟ طيب دي هتخرجن من اللوب ماشي تعالى بقى نشوف هنحذف ازاي؟ احنا عشان نحذف عندنا حاجتين ان ال string يكون sorted او ان هو مايكونش sorted طيب امتى يكون sorted يكون sorted لو ال std يكون empty ليه؟ لان ال std اي اطلا بتخزن لي ال indexات اللي اكبر من اللي بعدها على طول او ال indexات اللي الحرف اللي بعدك اصغر منك فلو هي empty معنى كده ان هي ايه؟ ان هي ان ال string sorted كل اللي انا بعمله انا بقول tool mal visited of last اعمل لستة minus minus بحيث ان انا عايز اجيب اخر اندكس مش محزوف وهعلم ان هو ايه؟ اتحذف وهمسحه من ال idx بس كده دي سهلة قوي تمام؟ طيب بغير كده بقى لو هي مش sorted بص انت تحس ان اللوب دي كبيرة بس هي مش كبيرة ولا حاجة كل اللي احنا هنعمله ان احنا عايزين نخزم قيمة اول عنصر في الايه؟ اول عنصر المفروض ان هو هيتحذف احنا قلنا هنحزف ازاي؟ فين 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 هنا احنا قلنا هنحزف ازاي؟ عايزين نجيب اول index اكبر من اللي بعده على طول فاحنا مخزننهم في الايه؟ احنا مخزننهم في الايه؟ احنا مخزننهم في ال set فانا هجيب ال set ال begin دي وهعلم ان هي تحذفه قبل كده تمام؟ طيب وهمسحها منين؟ وهمسح ال begin doubt بعد كده انت عايز تعمل ايه؟ احنا قلنا ان احنا عايزين بقى نجيب من ال من ال index هي راحت فين برده؟ الحتة اللي احنا اتكلمنا فيها اهي انت المفروض هيكون معاك سات مخزنة كل ال indexات انت عايز تجيب اول index بعدك واول index قبلك فانا هعمل lower bound عليك تمام؟ المفروض ان انا هعمل lower bound على العنصر ده او ممكن find عادي انا جاء كده لسه مات مساحتوش ماشي؟ وبعد كده المفروض ان انا هعمل minus minus عشان اجيب اللي قبلك واخزن ال index ده بعد كده ارجع بلاس بلاس تاني تمام؟ طيب بس ده بشرط ان انت مكونش بتساول بجن لان انت لو بتساول بجن مش هيبقى في حاجة قابلك ماشي، لو بقى انت مش بتساول end معانا كده ان انت في حاجة بعدك فهتعمل plus plus تمام؟ والمفروض بقى ان الحرف الجديد دوت لو هو اصغر من ال سوري يعني لو اللي بعدك ده كان اصغر من اللي قبلك المفروض ان انت هت insert ايه؟ هت insert اللي قبلك وبعد ما تخلص هتحزف ايه؟ هتحزف اللي انت كنت توقف علي ده تمام؟ بس وفي كل مره انت بتعمل اللي قبلك هت plus equal والبوزيشن بتـ minus منها add minus minus ان انت في كل مره يعني بعد ما تـ minus add بتـ minus واحد من add حد عنده سؤال؟ انتو موجودين اصلا؟ ان شاء الله حد عنده سؤال يا جماعة؟ حد مش فاين طيب؟ حد مش فاين طيب؟ حد مش فاين طيب؟ انا عايز اعمل له كمبير مع اللي قبله كده يعني ده كومنت انا كنت ضيفه بص الفرق ما بينه وما بين الـ يعني ده الـ accepted الفرق ما بينه وما بين الـ wrong الحتة دي ان انا هنا كنت مضيف في الـ idx وكان المفروض اضيف في الـ set حد مش فاين طيب؟ ده من عشوائيات كده فرصة زيادة ده كومنت عادي بس وده الـ par equal طيب اه ما ينفعش انه انا عادي اعمل loop واحذف الـ elements واضيف كل string على string الثاني؟ لا طبعا لان اصلا انت الـ size هنا عندك لحد 10 اصي 6 تمام؟ فانت الـ size الـ string الجديد اللي انت عايز تكونه دوت ممكن يوصل لحد كام؟ انت يبقى كده 10 اصي 6 في 10 اصي 6 على الـ 2 يعني size الـ string الجديد اللي مفروض هيبقى الرقم ده اللي هو 5 في 10 اصي 11 فطبعا هذا الـ time limit نعم نعم نحن كنا ندور على طريقة efficient من ان نحن نحذف فكرة المسألة كلها انك تجد طريقة efficient تحذف بها وعلى فكرة المسألة ديت كانت نفس فكرة اخر مسألة في ديفس ري قبل كده مش متذكر انه ديفس ري لكن كانت فيه ديفس ري تقريبا اللي قبل اللي قبلها كانت اخر مسألة فيها نفس الفكرة هبقى اشوفها يعني هبقى ادور لكم عليها فكرة الـ set اللي انا عملتها ان انت بتحذف رقم فانت عايز تجيب اللي بعده واللي قبله ماشي نحن بقى للمسألة ديت يعني بصوا المسألة ديت تبني ان هي اصعب واحدة فيهم وهي فعلا اصعب واحدة فيهم بس الحل بتاعها اسهل واحد فيهم ومش ياخد وقت زي الاولى كمان طيب المسألة ديت فكرتها ايه؟ او هو عايز ايه؟ بيقولك ان انت المفروض ان انت معاك ست فاضية تمام؟ معاك ست فاضية المفروض ان انت هتضيف فيها ارقام الارقام دي كل رقم مختلف عن اللي قبله او انت معاك برميوتيشن خلينا فكركم يعني ايه برميوتيشن؟ برميوتيشن من واحد لان او برميوتيشن في ان معناها ان انت معاك كل الارقام من واحد لان كل رقم فيهم ظهر مرة واحدة بس وكل رقم فيهم لازم يكون ظهر تمام؟ يعني انت لو برميوتيشن من اللينس اربعة يبقى انت معاك الارقام واحد اثنين واحد اثنين تلاتة اربعة برميوتيشن من اللينس خمسة يبقى خمسة ست وكذا مش هتلاقي رقم متكرر بلا حاجة ده يعني ايه برميوتيشن؟ هنا بقى بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت هو هيديلك الخطوات اللي هو هيديف بها الرقم بس بشرط ان انت بشرط ان انت تمشي على الخطوات دي وفي كل مرة هو بيضيف رقم جديد من الارقام معادة اول رقم يعني تعالى مثلا نشوف اول تست ده اول تست هو بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت معاك الارقام انت المفروض اول رقم هيتضاف في الارقام مش موجود له حرف يعني ايه؟ يعني ايه؟ دي برميوتيشن من اللينس ستة لقيت ان انت معاك خمس حروف بس ليه؟ لان اول رقم قلنا مالوش حرف اول رقم ده ممكن يكون اي واحد تعالى نفترض مثلا انه هو هيبقى الاربعة ماشي؟ طيب هنا انت لقيت علامة اصغر منه رقم هو الارقام يكون اصغر رقم في لب كاملة سيبقى الاسح العلمة اصعر ان لا امان تنون يبقى عالمك تذكره ولا هو كبير؟ ولا هو الصغير... امكن ان يكون اصغر الاربعة و الاربعة واحد و التنين مثلا عالمة أكبر من المفروض إن يكون أكبر رقم في الأرقام الموجودة نفترض مثلا إن هو هيبقى الخمسة لو وجدت لقيت عالمة استفهام أنت عايز رقم مش الكبير ومش الصغير وقال ليكون هيبقى الثلاثة تعالوا لرقم ده أكبر من فالمفروض إن الرقم ده يكون أكبر رقم اللي هو هيبقى السبت تمام هو بقى بيقولك بكام طريقة ممكن تكون البرميوتيشن ده according to this rules يجب تمشي على البرميوتيشن وتكون لي بقى تشوف عدد الطرق اللي انت ممكن تكون بها البرميوتيشن فاول test مثلا هو ممكن يكون لو هو مشي على البرميوتيشن ده ممكن يكون التلاتة سترنجات دولي وبالمناسبة احنا كونا واحد منهم هو ممكن يكونهم بثلات طرق تمام طيب هو هيسألك بقى شوية queries والمفروض ان انت في البداية خالص هتطبع له عدد الطرق قبل اي query بعد كده المفروض ان هو هيديلك update query هيجي يقول لك مثلا عند الاندكس الفلاني اعمل لي update للاندكس ده بالحرف كذا يعني انت مثلا ممكن علامت دي الاستفام دي بدل ما هي علامة الاستفام يقول لك لا خليها لي اكبر منه هو حر تمام علامة الاستفام ممكن يقول لك دي اخليها اصغر منه عادي هو update وبعد كل update المفروض ان انت تطبع له الايجابة اللي هو عدد ايه؟ عدد الطرق ان انت ممكن تكون البرميوتيشن طيب الحل التى حاجة زي كده اصداد ببساطة تعال نحسب عند كل حرف عدد الطرق ان انت ممكن تكون الحرف ده لو انت معاك السترينج ده خلينا برضو نشتغل على الايه؟ على السترينج ده اللي هو فيه كم طريقة ان انت تخلي اخر رقم هو اكبر رقم خلينا نقول ان اخر رقم ده اكبر رقم هو ماشي على السترينج ده bit by bit او step by step فاخر رقم الضغف لازم يكون اكبر رقم ده معنا ان ده لازم يكون الان تمام؟ طيب تعال هنا ده لازم يكون اكبر من كل اللي قابله تمام؟ هذه علامة الاستفام ده معناها انه هو مش الكبير ومش الصغير تمام؟ ده معنى ان ده لازم دي تكون انما ينصون تمام؟ طيب بعد كده المفروض ان انت عندك علامة الاستفام ده عايزين نحسبها اسبك منها دلوقتي تعال تعال العلامة اصغر من ده هو انت في البداية خالص اول رقم ده أول رقم لا يفرق معنا هو كام. دعونا نقول أنه عندما تضيف حرف يجب أن يكون أصغر رقم في المجموعة. يجب أن يكون أصغر رقم في المجموعة. هذا يعني هذا يعني الفكرة كلها أنه عالمة الأصغر منه والأكبر منه سيكون لها احتمال واحد فقط. بمعنى أنت لو جيت هنا في الآخر جيت زاودت لك علامة أصغر منه. هذا يعني أنه لازم علامة الأصغر منه هو آخر رقم الضاف وهو أصغر واحد فهنا لازم يكون الواحد. لازم. مستحيل يكون رقم ثاني لأن لو الواحد مثلا موجود هنا وده مثلا اثنين فمستحيل يكون ده أصغر رقم لأن الواحد الضاف قابل. تمام؟ طيب معنى كده إيه؟ إن انت علامتك لو علامة أصغر منه أو علامة أكبر منه فعدد احتمالاتها واحد. تمام؟ طيب تعال بقى نحسب علامة اللي استفهم دي ممكن يكون لها كم احتمال لو إحنا هنمشي من الآخر للاول. عصر الرقمين مثلا أصغر من أكبر من أكبر من أكبر من أكبر من أكبر من أكل من أكبر من أو بلاش. تمام؟ أهن ممكن نقول معنى كم احظامة الواحدت الأكبر على ما timeframe به. كم عصر الرقم المستخدمي. لديها كم احتمال هل يمكن أن يجاوز معي؟ هل يمكن أن نقوم بها؟ سأسهلها قليلا دعنا مثلا نقول او لا نقوم بها سأسهلها قليلا هل يمكن أن تقل بها منها؟ مجبوط نقوم بصغر كبيرة حسنا هذا هو ليس كبير و ليس صغير يعني أن الكبير والصغير يضيفون قبله فهو رقم وسط فممكن يكون اي رقم وسط فيبقى انه مينس 2 طيب اعلامة اللي تتفهم دي حد ممكن يقول لي لها كم احتمال اي حد يقول طيب خلينا نحسبها دلوقتي انت المفروض هتضيف كم رقم انت هنا الارقام دي انت ضامن انها اضافت خلاص ماشي ديها رقم اضافت اللي هم كام ادي واحد اثنين ثلاثة ودي علامة استفهام يعني ولا هي الكبير ولا هي الصغير يبقى انت برضو وليكن مثلا واحد اثنين ثلاثة اربع يعني خلانا نقول له وهي الاندكسات بالاخر نفترض يعني ان الاندكسات بالاخر فهيبقى الاندكس تمام الاندكس من الآخر نقس اثنين لان هو برضو خلينا نقول ان الكبير والصغير هيبقى قابله معنى كده ان انت عند كل الاندكس يا معلم المفروض ان انت هتضيف ايه هتضيف لو هو اكبر من او اصغر من هتضيف واحد لو هو مش اكبر من او اصغر من ان المفروض ان انت هتضيف ايه هتضيف المفروض N ناقص N ناقص الاندكس ناقص واحد اللي انت لو جت فكتها هيبقى N ناقص N زائد IDX زائد واحد فلو جت كملت هتلاقي ان الان هتروح مع الان يتبقى معاك الاندكس زائد واحد تمام؟ ده كده الاندكس الجديد المفروض بقى ان انت هتطرح من ده اتنين فاصبح ان انت المفروض ان انت هتضيف الاندكس ناقص واحد يبقى اي علامة استفهام هتضيف عندها الاندكس ناقص واحد اي علامة استفهام هتضيف عندها الاندكس ناقص واحد تمام؟ طيب لو هي مش علامة استفهام المفروض ان انت هتضيف عندها واحد بعد كده هتجيب حاصل ضرب الاري كله هل تستعمل ازاي انا بصراحة استسهلت السيجمونت 3 فانه انت بتتقضيط بس ممكن تتعامل طبعا من غير سيجمونت 3 بس انا بصراحة مهم انتوا فهمت الفكرة ممكن تطبقوها باكتر من طريقة تمام طيب هي الفكرة كلها انا بصراحة استسهلت السيجمونت 3 طيب السيجمونت 3 هيبقى فيها ايه ؟ انا بس اعرفكوا هذا الفنكشن دي هذا الـ Power Mod ومالت هذه هي تعملي للضرب هي لديها فونكشن الـ Update إذا أخذت فقط الـ Update كما تعمل إفة Update؟ الوصلت للـ Leave node وإذا كان kennedy إستفعامة سيكون سيجمانت وفنود عمل 12 كما يقوم بإيقافة ونقم 1 ويجب سيجمانت وفنود عمل 12 وإذا قام بإيقافة وم reminders سيجمانت وفنود تختصر فيها يتخزن فيها حاصل الضرب ما بين الليتشيلدرنز بتوها. لكن الكويري بتاعتك ستبقى السيجمنت بتاعت الروت. لان انت عايز حاصل ضرب الاري كله. وليكن مثلا انت معاك السيجمنت 3D. فالاجابة هتبقى متخزينة في الروت. لان هذه هي اجابة دول. وانها هي اجابة دول. وهذه هي اجابة الروت. فالكويري سترجع سيجمنت 2. ففي البداية سأقوم بسيجمانت 3D. سيجعل الاس يساوي هجة زائد اس. بحيث ان انت تخلي الاندكسات ايه؟ يعني انا بضيف الحرف اللي هو قالك مش هضيفه. وبعد كده بامشي من واحد لحد اصغر من الان. ودي مهمة لانه هو في حرف مش يتضغف. يبقى في واحد زيادة ال الهجة اللي اضيفته زيادة دوت. علشان اتخلص من الزير واندكس. ماشي. والمفود هنمشي اصغر من انه لانه في حرف مش موجود. سأقوم بعمل تريدوت أبضيط الاي بالإكس في الاي. وبعمل سيقود تريدوت كويري. وبعد كده بامشي على الكويرز. بأبضيط الحرف. وبسيقود حصل الضرب. بس كده. حد لانده سؤال. استغزينه بس تشوى الفكرة بتاعة علامة الاستفهم تاني. تاني. وموضوع ان احنا نضبابهم في بعض له. تمام. انت عارف البرودكترول بتاعة الكمبيناتوريكس. نعرفها صح. طيب. انت فاهم حتة ليه لو اصغر من او اكبر من. لازم تحط عندها واحد. ايوة احنا لو نشينا بالعكس. فلو لقينا علامة اكبر منها. فهي اكبر حاجة ممكنة. بالزبط. او اكبر حاجة ممكنة. بعد كده بنقص واحد. هكذا لو لقينا علامة اقل منها. فنأخذ المنموم. بعدين بنترى نزود. طيب. تعال بقى نشوف. ماشي. اعلامة الاستفهام. طيب. احنا وقفين على علامة الاستفهام دلوقتي. المفروض ان فيه كم حرف. المفروض انه هو اضاف. او خلينا نقول ان عالمة الاستفهام دي اخر واحدة خالص. فيه كم طريقة ممكن تحط عالمة الاستفهام دي. احنا وقفين على علامة الاستفهام. احنا وقفين على علامة الاستفهام. هو بيقول لك ان هو مش الكبير ومش الصغير. تمام. طيب. 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 دلوقتي انت هتضيف البرميتيشن ده. بطريقة معينة. تمام. والمفروض ان اخر رقم هيتضاف ده. انا بقول لك هو علامة الاستفهام. يعني هو مش الكبير ومش الصغير. هو بما ان احنا ديسنا كل الارقام. فهو رقم الوحيد اللي نتنهوش. عظيم. ممكن بقى الرقم ده لي كم احتمال. او ممكن يكون ايه او ايه او ايه او ايه. الارقام اللي بين المينوم وبين المكسمم. بس 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 يكون بابدو مزرموا هادش. بلزبط. الذي بردو ممكن يكونوا ايه. ممكن بمزاجي. بمزاجي. ممكن يكون الواحد ممكن يكون الاتنين. ممكن يكون الثلاثة. ممكن يكون الاربعة ممكن يكون الخمسة. اي رقم بس بشرط ان هم مش المكسمم ومش المينوم. تمام. طيب. معمله كده ايه. ان عدد الاحتمالات انها مينس 2. ماشي معنى اني مفروض اصلا حطيت كل الامس الابليه المفروض ان هو مالوش غير احتمال واحد اللي هو اللي انا محططوش ماشي ما هو انت انت اللي بتوصله للاحتمال اللي انت عايزه انا بقولك احنا ممكن نوصله لانهي احتمال بمزاجي تمام طيب فاهم قصدي اه طيب فكده اتبقى انه مينوس تو طيب تعال هنا ليك كم احتمال ممكن اصلا اصلا فكرا ان كل بمزاجي هتلاقي احتمالات كتير قوي فانا انا اطلع لك الاحتمال هتبقى صعب لا انا قصدي قصدي يعني ان احنا علامة الاقل من دي تبقى احتمال واحد بس انا مولتش علامة الاقل من دي علامة الاقل دي هتبقى واحد ايو انا مشكلتفى مع علامات الاستفهام احنا 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 لما ابردوا في بعض كده كده بيديني عدد الاحتمالات صعب؟ احنا يعني ممكن عشان نتنساهم الموضوع نكتب علامة واحد تحته كل مثلا اقل منه اربع منه احنا 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 احتمال بالسطور دلوقتي انت خلاص فاهمت ما احنا هنا نضعن ن حسنا اننا مونس 2 تمام بس تعليم يعني بس تعليم الماكسمم والمانيوم بالزبط طيب تعال بقى لعلمة الاستفهام دي ليها كم رقم ممكن يتحط ليها عدد الارقام دي لأنها تضعفوا فهي كم رقم يمكن يضعفوا بقي الأرقام دي تمام طيب برضو المكسيمم و الملمم فيهم المكسيمم و الملمم فيهم نعم ن 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 لا ن-2 هم فيه اثنين خلاص حطيتهم اتبقى معي ن-2 انا شرت اثنين من الان تمام فكده ن-2 فتبقى ن- ن-2 ن-2 لا بص هي ن-2 دي الارقام اللي متبقية المفروض ان انت هتشيل منهم اثنين كمان اللي هم المكسيموم والمانيوم لان الارقام دي هي اللي ممكن تضيفها ده عدد الارقام برضه هيكون فيه المكسيموم والمانيوم اللي ماينفعوش يكونون هنا ن-2 ن-2 عدد الارقام دي هنا عدد الارقام دي بقى شوية الارقام دي لان جميعها خلاص اضافة فالن مفروض ان ان ستشيل منهم برضه المكسيموم والمانيوم لان لم تستفهى هوا بيقولك ليس هي مكسيموم ولا هي المانيوم يعني النه! النه شامل الرقم الأول و لا ? يعني هم مثلا لو عندناهم 1 من 2.5 النه هذا الرقم الكلي النه هذا الرقم الكلي تمام الرقم الكلي لو نحن في عالمة الاستفهام الأولى نحن في عالمة الاستفهام الثانية صح عالمة الاستفهام الثانية سيكون ال-index هذا عدد الأرقام التي أعدت عليها لكن لو أنت توقف هنا مثلا أنت تريد أن ترى بقم رقم إضافته فأنت بتقول ال N ناقص IDX ناقص واحد دي كده بتجيبلك عدد الأرقام اللي لسه متبقية اللي هما دول تمام تمام طيب تعالى فكهة عدد الأرقام المتبقية شامل الرقم الأول ولا لأ؟ يعني الرقم الأول؟ أيوة طبعا أيوة طبعا أيوة طبعا أيوة طبعا أيوة طبعا انا ممكن اضيفه بأي رقم انا عايزه تمام تمام يعني كده إحنا لو أخذنا المستقيل الأحمر ده فمش هيبقى خمسة هيبقى ستة ال N بستة ستبقى ستة ناقص اتنين وهنا برضو دي كتب تسعة مش كان مش كتب ستة مش كتب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مكنش بسبعة كب تسعة كان بتمانية كب تمانية ولا ايه سوري تمانية تمانية ناقص اتنين فإحنا يعني بالنسبة لنا على علامة الأقل منه والأكبر منه لا تعني حاجة إحنا بس هنجد احتمالية كل علامة تستفهم ونضغط انتباعها بس الزبط كده تمام 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 ينفع يعني علشان لسه ما عرفش موضوع السجم تتريده ما هي الطريقة الممكن اعملها بها طيب بس اللي انا اقشي له بعدي يعني المشكلتك بس هو انت دلوقتي انت تعرف المود انفرس لان انت المفروض الإجابة بتكتبقى مودلس مود بتعرف ازاي تقسم على مود يعني انت لو رقم مثلا وليكن فاريبل اسمه انسر انت بتضربه في ارقام لحد ما بقى اكبر من المود فانت بتعمله مودلس مع مود ماشي طيب لو انت عايز تقسمه ما ينفعش تقسم على الاتنين مثلا لا في طريقة انت تقسم على الاتنين عارف انت المود انفرس لا طيب انا ارشح ان انت تذكرها الاول بعد كده بعد كده ماشي طيب ممكن تقولي مثلا المود انفرس دي ممكن اقفونا عايزه بس مش بالاسم ان انت لو انت معاك رقم معمول له مودلس مود وعايز تقسمه على رقم تاني بتعمل ايه مود طيب على رقم مودلس مود اللي هي كم كم بقى اي رقم بقى معمول له مودلس مود 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 يعني من غيرها مش حل المسألة؟ اه مليون في المية اه الا لو انت عارف السيجمان تري لان انت السيجمان تري مش هتحتاج ان ان انت تقسم انت مجرد هتضرب بس ممكن برضو يكون فيه طريقتين للإمبليمنتيشن انا لم اعرفها بس هو لا هو انت لازم تكون عارف المود انفلز عشان تعرف تقسم بس يعني ليه المود تشمعنا المود يعني؟ ما هو اللقايل في المسألة يعني افترض ان كلهم كانوا علامات استفهام لا ليس كلهم علامات استفهام انا اصغر وهنا اكبر والباقي علامات استفهام ولان مثلا لحد ثلاثة في عشرة قصة خمسة ستجد علامات استفهام كثير قوي وحصل الضرب بتاعهم سيعمل افترض فانت لازم تأخذ مودلس حاجة يقديد فالصري بالف filmmakers بالفق، كان يدد فلريطون انفحام الكظ 팬� store اتباع الاجابة على هذا الرقم ولكن في المسألة اذا قمنا ب القدقت اعطائها اذا اكرد ان اقتربى من البقات على كل هذه المودلس بعد ان يعلقها مودلس انا لنتish the model افترض انanced円 اني اقضر متأخذ المودلس في حادث ان احدciones هل يجب أن تضبط حطة التعامل مع هذا المدى؟ نعم، عندما نرى بلوب، نقوم بعمل كل إجابة موديفرس نعم، نعم، نجمعه ونقوم بعمل موديفرس ما هي المشكلة في هذا المدى؟ أنا دلوقتي مشكلتي مع الإسم لا تنفع حصل ضرب القريب بلوب عدد الكوير 3 في 10 أو 5 طريقة من الطرق، أنه سيكون معك القريب وليه يجب أن نأخذك موديفرس 1 2 1 3 1 5 في البداية، أنت تعرف حصل ضربهم، أنت الإجابة حصل الضرب حسنا، أنا حصل الضرب هنا كام؟ 2 3 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 لو قلت لك، أغير لي لأن هذه الأربعة، أجدها أربعة، فأنت ستقوم بعمل ما هي؟ ستقسم الثلاثين على الثلاثة فتبقى عشرة وترجع تضرب في أربعة، تبقى أربعية تمام؟ 2 4 8 5 8 8 8 8 8 8 أفهمت أصدي؟ أنت تقسم على الرقم الأديم، وتضرب في الرقم الجديد لأنك أريد أن تحصل الضرب حسنا، أنت هذا الرقم أصلا معمول له مد، فأنت ستقسمه كيف؟ لماذا تعرف أن تقسمه؟ فهنا تستخدم المد inverse أرجعه للأصل نعم أرجعه للأصل يعني ما ترجعه للأصل قبل أن أقوم بعمل له مد لا تتعرف سيحدث أورفلوغ لماذا؟ لا إله إلا الله أنا أقول لك، الآن تصل إلى حد ثلاثة فعشرة أو خمسة الأرقام أننا نقوم بعمل مودلس أو أننا نضربهم في بعض لا أرجعه للأصل أرجعه للأصل لا تتعرف أن ترجعه للأصل سيحدث أورفلوغ أرجعه للأصل كيف ترجعه للأصل؟ ما هي الورستكيس؟ ما هي الورستكيس التي تصل إلى؟ هل تخيل أن الورستكيس العملية كيف؟ لا، لا، كيف؟ دعنا نقول مثلا، لو الأرقام 10 احتمالات فهي تقوم بسبب الشكل المحل من حين موجودة فقط هيا حين موجودة فهي تدعم المحل فهي تقوم بعمل ما هي فكرة وعلم تستفهيم أو تقوم بسبب الشكل المحل فهي تقوم بعمل ما هي الورستكيسية لن فقط كم يتحطى جدًا لأنه سيحصل ضرب سأقول أنه سيشير لـ 10 أصدر 18 ما هو الحكمة من أنه يقول لك إطباع لي الإجابة مودولاس الرقم؟ صغر الحجم لا، ليس صغر الحجم لكي لا يحصل على أفر فلو لأنه يعرف أنه سيحصل على أفر فلو فأنت تقول لي كيف يرجعه الأصل؟ هو أصلاً معمول أفر فلو لا، هو أصلاً يقول لك إطباع الإجابة مودولاس الرقم لكي لا يحصل على أفر فلو هل أنت تقول لي كيف ترجعه الأصل؟ السبب على المسألة كلها في الحتة ها كيف أرجعه الأصل لكي ترجعه أفر فلو لا، لن نترجعه الأصل هناك طريقة لكي تعرف أن تقسم تقسم مود انفرس ممكن أن ترى هذه التعليمات التي تتعلمها إذا عرفت هذه المود انفرس المسألة في الحلم بإذن الله إذا كنت تفهم ماذا عملنا علامة الإستفهام لنضع هذا الرقم كيف أفهمني؟ أفهمني شكراً